مع بدي روسيا مناورات عسكرية ضخمة في مياه البحر الأبيض تتجه الأنظار صوب هذه المناورات التي تمتد حتى يوم الثامن من سبتمبر المناورات الروسية تشهد مشاركة 26 سفينة حربية تتنوع ما بين أساطيل بحر الشمال وبحر البلطيق وبحر قزوين وكذلك البحر الأسود المناورات الروسية تشهد مشاركة غواصتين أيضا و34 طائرة من بينها تو 160 الاستراتيجية الحاملة للصواريخ وأيضا طائرات مضادة للغواصات من طراز تو 142 وIL 38 تشهد هذه المناورات الروسية مشاركة المقاتلة سو 33 و سو 30 اس ام التابع لإسلاح البحرية الروسية بموجب خطة المناورات تتدرب القوات المشاركة فيها على تنفيذ مهام تتعلق بالدفاع الجوي ومكافحة الغواصات وإنقاذ السفن المنكوبة إضافة إلى إجراء رمايات صاروخية ومدفعية يتولى قيادة هذه المناورات مركز الإدارة التابع للقيادة العامة لإسلاح البحرية الروسية والذي تم تجهيزه بأحدث أنواع أنظمة الإدارة الألية وكذلك وسائل الاتصال وزارة الدفاع الروسية أعلنت من جانبها منطقة المناورات منطقة خطيرة بشكل مؤقت لجميع السفن والطائرات وذلك التزاما بالقانون الدولي وحفاظا على سلامة الملاحة البحرية وكذلك الجوية في هذه المنطقة المنطقة